تحدثت مصادر غربية عن احتمال تزويد الدول الغربية للجيش الأوكراني بمساعدات عسكرية تشمل دبابات ومدرعات وآليات ثقيلة تأتي هذه الخطوة في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من المعارك في شرق أوكرانيا والتي تتسم بالتضاريس طبيعية مختلفة كيف ينعكس ذلك على الوضع الميداني؟ تتجه الأنظار في الأوساط الغربية نحو الجنوب الشرقي في أوكرانيا وتترقب هذه الأوساط احتمالاً دلاع قتال عنيف في منطقة دومباس التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا على جزء منها إضافة إلى مناطق أخرى محاذية لها كمدينة ماريوبول حيث تواصل موسكو حجد قواتها وعن أسباب تركيز روسيا جيشها في الجنوب الشرقي ووضعه في جاهزية عالية يقول رئيس أركان الجيش الأمريكي مارك ميلي إن التضاريس الموجودة في الجنوب الشرقي تختلف عن تلك الموجودة في الشمال إضافة إلى تميز تلك المناطق بأنها أراض منبسطة ومواتية لعمليات المدرعات من الجانبين الأمر الذي يسهل للروس إمكانية الاستفادة من الدبابات والمدفعية ولذلك يبحث مسؤولون غربيون إرسال دبابات وأسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا كي تشكل حالة موازية في مواجهة تقدم القوات الروسية لكن أوساطا غربية تحذر من احتمال تأخر وصول الإمدادات العسكرية وهو ما سيؤدي إلى حصول تقدم روسي في الشرق وزيرة الخارجية البريطانية ليستراس أكدت أن الأزمة في أوكرانيا دخلت مرحلة مختلفة بهجوم روسي أكثر تركيزا ونتيجة لذلك تم تأكيد عقب اجتماع وزراء خارجية نيتو على تزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية جديدة ويأت البحث عن إرسال أسلحة ثقيلة بعد أن طلبت كييف طائرات مقاتلة من شأنها تغيير موازين الحرب لكن واشنطن استبعدت الدعم بالطائرات وتسرع فقط إرسال العديد من الأسلحة الأخرى كالدبابات للنقاش معنا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي أهلا بك سيد الياس هل ما يجري هو مسعى للضغط والدفع لتحريك عجلة الحل الدبلوماسي أم ما تتابعه سيد الياس من حديث عن تسريع وتوسيع الدعم العسكري لكييف هو مؤشر عن قناعة بضرورة المواجهة وتغيير موازين القوة أولا الموضوع السياسي والتفاوت هو بعيد جدا عن المعركة وهذا قاله كوليبة وزير خارجية أوكرانيا أن اليوم الواقع السياسي تعكسه الواقع الأرض اليوم نحن في مرحلة ثانية يعني بعد التعثر الروسي في الشمال الانتقال إلى الغرب مرحلة جديدة يعني اليوم ليس هناك من مكسب عسكري لأن دائما الحرب تخدم الأهداف السياسية اليوم حتى الآن ليس لا يوجد من مكسب عسكري حتى للرئيس بوتين حتى الجيش الأوكراني منع الجيش الروسي من تحقيق الأهداف لكنه لم يلمس لم يحقق شيء بعد من هنا القلق يعني اليوم الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية طبيعة أرض المعركة تحتم سلاحا مختلفا وليس بالكامل لكن تراجع الروسي سيد الياس يعني هل يدلل على بالفعل ترتيب الأوراق ربما لتحرك عسكري حاسم سريع أما أنه يدلل على تشتت القيادة العسكرية على الأقل في موسكو بالطبع اليوم عندما كانت الأهداف كبيرة يعني يمكن أن نقول انتقلت روسيا من الحرب الكبيرة على كل أوكرانيا بناءً لأهداف رئيس بوتين وهي كثيرة إلى الحرب الصغيرة في إقليم دونباس الهدف منه تحقيق مكسب معين وإذا تحقق هذا المكسب قد تترك أوكرانيا مقصمة بين شمال وشرق وغرب شرق دنيبرو نهر دنيبرو أو غربه أو حتى شمالاً وجنوباً فإذا اليوم المرحلة القادمة هي لا يمكن الحسم ولكن المأزق الغربي أنه يريد أن يساعد كي تستمر أوكرانيا بمنع الروسي من تحقيق أهدافه ولكن إلى درجة لا تلزم الروسي إلى التصعيد والوصول إلى ما لا نهاية إلى التقليد هذه معدلة مهمة جداً المفكر الأمريكي الشهير شاومسكي في لقاء مع سكاينيوز عربية بوثة اليوم تحدث أن الولايات المتحدة تدفع أوكرانيا لحرب حتى مقتل آخر أوكراني هل ترى هذا الأمر واقعياً وما إمكانية قلب المعادلة أمام قوة موسكو باختصار سيد الياس؟ شاومسكي لديه مواقف معينة اليوم الحرب جايوسياسية وبالواسطة الرئيس بايدن وضع الخطوط الحمر عدم الوصول إلى مرحلة ألات الغير تقليدي وبالتالي نعم هذا صراع جايوسياسي كما حصل في أفغانستان كما حصل في العراق وهذا أمر معروف بين القوى الكبرى أما رأي المفكر العظيم شاومسكي فهذا موضوع آخر مختلف تماماً هذا رأي شخصي من كل كتبه التي قرأناها طيب مآلات الوضع الميداني في رأيك الآن خلال الأسابيع القليلة المقبلة في ظل الحديث عن تسليح نوعي لأوكرانيا ما الذي يغيره في طبيعة المواجهة على الأقل؟ هناك منظومة سلاح بدأت فيها القوات الأوكرانية جافلين مضاد للدبابات ستينجر مضاد للطائرات وبالتالي المسيرات هذه منظومة فعلت فعلها في الشمال وحتى في مايكوليف وحتى في ماريو بول المرحلة القادمة هي مرحلة مختلفة هذه المنظومة بالإضافة إلى صواريخ مضادة للطائرات صواريخ باليستية أو مدفعية بعيدة المدى كي تضرب العمق الروسي وبالتالي الدبابات كيف ستدخل؟ هل هي فعلا؟ وإذا نظرنا إلى واقع الأرض في إقليم دونباس هو سهل قليل السكان هذا الأمر يسهل الدبابات ولكنه في نفس الوقت يسهل السلاح المضاد للدبابات الذي فعل فعله في معركة كييف الرئيس الفرنسي مانويل مكرون قال أن موسكو تركز على جهود العسكرية في دونباس لتحقيق نصر في يوم التاسع من مايو هل تتوقع تحركا عسكريا غير متوقع من موسكو في أقل من دقيقة سيدي الياس اليوم موسكو تحشد في الغرب تحشد في شرق أوكرانيا لكن لديها معضلة مهمة جدا اللوجستية تريد أن تحلها جمع القوات من أين مائة وخمسة وعشرين لواء أو فوج عشرين منهم خارج الخدمة من أين ستأتي بها هل هو من الخدمة الإلزامية هذا أمر ممنوع بالقانون الروسي اللهم إذا أعلنت حرب على أوكرانيا رياض حن الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك